حقنة المسكن التي حقن بها الائتلاف الحكومي برئاسة بن يمين نتنياهو الواقع الإسرائيلي العليل والمأزوم عبر إعلانه عن تليين ما في الإجراءات القضائية لم تترك أي مفعول في جسم المعارضة فاستمرت حركة الاحتجاجات واستمرت معها حال التشرذم والانقسام التي تهدد الكيان الإسرائيلي برمته ولسيما الجيش الإسرائيلي هذه ليست خطط تليين أو تسوية هذا استلاء سياسي عدائي على المحكمة سيؤدي إلى أن تتحول لجنة تعيين القضاة إلى لجنة تعيين مقربين هذا يسمح لهم بسيطرة تامة على الدولة بنحو غير دموقراطي الخشية من تفكك الجيش الإسرائيلي على خلفية اتساع الاحتجاجات فيه مع انضمام المزيد من عناصر الاحتياط من الوحدات والشعب المختلفة إلى حركة رفض الخدمة دفعت وزير الأمن يؤف جالانت إلى دق نقوس الخطر والتحذير من خطورة ما يحصل على الجيش الإسرائيلي كلام شديد اللهجة قاله جالانت لنتانياهو إذا وصلت السير في هذا المسار من دون تليين المخطط فإن الجيش الإسرائيلي سيتفكك لا يتعلق الأمر بتهديد بالاستقالة بل بكلام أو فروج واضح جدا من قبل جالانت ضد مواصلة التشريع بمحتواه الحالي أيضا رئيس الأركان ووزير الأمن سمعا كلاما بأن الأمر سيزاد سوءا وأن موجة عدم الامتثال للخدمة ستتوسع فبعد الاحتياط قد تتسرب إلى الخدمة النظامية وقد نرى ضباطا يطلبون التسريح من الجيش الصداع الذي تعاني منه الحكومة الإسرائيلية لم يقتصر على الإجراءات القضائية بل جاء من داخلها أيضا فبعد دعواته العنصرية إلى محو قرية حوارة الفلسطينية خرج وزير المالية بتسليلس موتريتش ليقول بعدم وجود شعب فلسطيني وليعرض خريطة لما تسمى إسرائيل الكبرى تضم في نطاقها الأردن الأمر الذي أحرج حكومة نتنياهو وأثار عاصفة من ردود الفعل المنددة من الأردن ومصر وحتى الولايات المتحدة ما دفع الخارجية الإسرائيلية إلى إصدار بيان تتنصل فيه من تصريحات سموتريتش ترجمة نانسي قنقر